أهلاً بكم مشاهدينا من جديد منذ عام 2015 عالجت الكنيسة 156 قانوناً ومشروع قانون لتسجل رقماً قياسياً بالقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان اليوم نتحدث عن خطورة هذه القوانين العنصرية التي تنفذها بحق الشعب الفلسطيني مع الأستاذ عسمة منصور متابع بالشأن الإسرائيلي اسعي صباحك صباح خير أهلاً وسهلاً فيك في الله يصبحكم بالخير كيف صبحت اليوم؟ صباحكم الحمد لله تمام يعني الكنيسة تعالجت 156 قانون ومشروع قانون منذ عام 2015 وفي زيادة ملحوظة في عدد هذه القوانين فبداية لنتحدث عن هذا الموضوع يعني حقاً بالفعل كما ذكرت هذه السنة تعتبر سنة سجلت دروة جديدة في القوانين أو مشاريع القوانين التي أكررت والتي لازلت في طور أو في عملية الإكرار في الكنيسة الإسرائيلي وهذا الرقم يعكس ليس فقط أنها عدد بل طبيعة هذه القوانين وهي قوانين بمعظمها موجهة ضد الفلسطينيين أو ضد غير اليهود أو حتى لتقييد مؤسسات تعتبرها إسرائيل بشكلها الحالي أو مؤسسات غير متلائمة في سياستها مع السياسة العامة أو التوجه العام لإسرائيل والذي يتجه أكثر نحو اليمين ووصولاً إلى الفاشية بالتالي هذا العدد يعبر أن أصبحت الكنيسة التي يسيطر علىها اليمين هي الأداء الأساسية لتغيير وإعادة صياغة شكل إسرائيل الجديدة كما هي الآن إسرائيل الفاشية إسرائيل معادية لغير اليهود وإسرائيل الرافضة لأي رأي معارض حتى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه نعم أستاذ رسموت يعني ما هي أبرز القوانين العنصرية التي أقرها الكنيسة لحد الآن؟ يعني هناك كثير حققتنا من القوانين يعني هناك قوانين أكرت سجن الأطفال ضرب الحجارة والمعاقبة عليه وغيرها من القوانين التي تعتبر قوانين عنصرية غالباً ما تستهدف المقدسيين أيضاً تستهدف المقدسيين والفلسطينيين وغير اليهود وحتى اليهود أنفسهم سنتحدث عن هذا لاحقاً ولكن يعني ربما أبرزها وأكثرها خطورة قانون القومية الذي الآن يعني قانون أساس وهو قانون يعتبر بمثابة قانون دستوري في ظل أن إسرائيل لا يوجد فيها دستور فهذا القانون يعتبر كأنه قانون دستوري قانون أساس هذا القانون يعني حتى الآن أعيد صياغته أكثر من مرة ولا زال في طور الإعداد ولكنه قانون في حال تم إكراره سيعتبر نقطة تحول كبيرة في إسرائيل وعلاقتها مع مواطنيها وعلاقتها مع العرب داخلها وأيضاً علاقتها مع الفلسطينيين هذا القانون يعني حتى الآن شكلت أكثر من لجنة صياغته وأعيد تكليف أكثر من نائب كنيسة نتيجة الإشكاليات الداخلية التي يواجهها أولاً كونه يعني يعتبر قانون معادل الديمقراطية بين كوسين هناك فئات في إسرائيل من اليهود أنفسهم تعارضوا كونه يعطي أولوية للشريعة مثلاً اليهودية في سن القوانين وأنها هي المرجع مثلاً وهذا يرفضه العلمانيين في إسرائيل أيضاً مسألة غير اليهود ومكانتهم في الدولة ليس فقط ضرور العرب والذين يعارضونهم أيضاً هناك فئات من غير اليهود مثل الدروز مثلاً وهم يخدمون في الجيش وهذا القانون أيضاً يعني يعارضونه بكوة والروس وغيرهم من الفئات الإسرائيلية بالإضافة طبعاً إلى تنفيه مع حقائق وطبيعة التي يعني تحكم المنطقة ووجود إسرائيل فيها إسرائيل نشأت كدولة استعمارية قامت على أنقاض شعب آخر هي تحاول خلال هذا القانون نفي هذا الشعب ونفي وجوده وتاريخه وروايته وأن تحل الرواية اليهودية ورموزها كأساس لهذا الوجود وتنفي الرواية الأخرى وبالتالي هذا القانون يعتبر من أخطر قوانين طبعاً هناك قوانين أخرى لها أبعاد سياسية وتاريخية مثل قانون كدس نعم سنتحدث عن هذا الجانب يعني من بين هذه القوانين العنصرية التي تستهدف المقدسيين بالتحديد هو قانون القدس الكبرى الذي ينص على توسيع حدودها من خلال ضم مستوطنات فما الهدف بالتحديد من هذا القانون؟ الحقيقة أن هذا القانون من شقين هو شق يتعلق بضم مستوطنات والكتلة الإسطنية المحيطة في الكدس للكدس ضمها لحدود بلدية الكدس وهذا توسيع وإضافة يعني أعداد كبيرة من المستوطنين ومساحات للكدس وأيضاً شق آخر يتعلق بإخراج مواطنين فلسطينيين أو أحياء وكرة فلسطينية خارج حدود الكدس وبالتالي هو من كفر عقب وبيت حنينة ومناطق أخرى وشعفات وغيرها إخراجها لخارج حدود الكدس وبالتالي هي من جهة تدخل إسرائيليين وتعتبرهم يعني كجزء من نسيج الكدس بين كدسيين طبعاً وتخرج الفلسطينيين وبهذا تضمن يعني أن التفوق الديمغرافي والسكاني سيبقى لليهود ولفترة طويلة لأن البقاء على الوضع الحالي يعني الفلسطينيين في الكدس يشكلوا يعني في بداية الاحتلال كانوا يشكلوا حوالي 27% الآن يشكلون أكثر من 45% وهذا يكلك الإسرائيليين وبالتالي الخطوة الأخرى لهذا القانون الذي سيخرجهم من حدود البلدية ولكن سيبكي معهم هوياتهم المقدسية هو سحب هذه الهويات منهم وتخلي عنهم كلياً كثيراً ما نسمح مثل هذه القوانين وهو إخراج كفر عقب وبيت حنينة من نطاق القدس ما الجدية فيها؟ هل هناك جدية في هذا القانون؟ يعني حقيقة كما قلت في بداية يعني هذا الجنون في تشريع القوانين وتنفيذها يعكس أن إسرائيل لا يوجد أي رادع يقف أمامها لتنفيذ هذه المخططات مهما كانت عنصرية مهما كانت يعني منافية للواقع مهما كانت لها آثار على الاستكرار والأمن إلا أنها تمضي في تنفيذ هذه القوانين نحن ننظر بجدية وخطورة لمثل هذه التشريعات وهي ترمي يعني ولها أهداف بعيدة المدى تخدم تفكير استراتيجي في تهويض الكدس وأسرلتها وتحويلها إلى يهودية بالكامل من خلال إفراغ العرب فيها هناك قوانين يعني تفصيلية وأخرى للتضييق على المقدسيين ودفعهم إلى الهجرة ولكن يبدو أن هذه القوانين لم تؤتي ثمارها المرجوة إسرائيليا وبالتالي يتم السعي إلى هذا القانون الذي فعلا هو قانون خطير وبعيد المدى ويهدد أي أساس يمكن أن تكون عليها عملية السلام نعم يعني كل هذه القرارات والقوانين التي تصدرها وتقرها الكنيسة ما مدى خطيرتها على الفلسطينيين وبالتحديد المقدسيين؟ يعني هذه القوانين خطيرة جدا تأكيد وهذه القوانين تعيد رسم جغرافيا وأيضا ديمغرافيا الكدس على حساب الفلسطينيين هي تحدد مصير الكدس بشكل أحادي وعلى قاعدة إفراغها من العرب وبالتالي يعني استمرار فيها والمضي في تنفيذها هذه مسألة يعني تهدد بشكل كبير المقدسيين حقوقهم السياسية والاجتماعية ووجودهم أيضا داخل الكدس وبالتالي يجب مواجهة هذه القوانين ويجب التصدي لها وكشف يعني طابعها العنصري المعادي للعرب واليميني أيضا وللأسف يعني إسرائيل تمضي في هذه التشريعات في ظل تفوق وتفوق عددي وأيضا تفوق بالأفكار من كبير اليمين وسيطرة كاملة وهيمنة على الكنيسة لا يوجد معارضة في إسرائيل حقيقة يمكن أن تصد هذه الكون أو أن تكفي وجهها وبالتالي اليمين يجد الساحة فارغة ويتصرف بشكل حر تقريبا ودون أي كيود في فرض هذه الكوانين نعم ومن بين أيضا هذه القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الاحتلال هو تعزيز شرطة وقوات الاحتلال في البلد القديمة وبالتحديد في المسجد الأقصى فأيضا نتحدث عن هذا الجانب وما خطورته أيضا يعني في الأسبوع الأخير والأسبوعين الأخيرين حقيقة حدث شيء في الكدس ما حدث في الأقصى هو يعني كان انتصار فلسطيني عربي إسلامي وهذا الانتصار آلم جدا الإسرائيليين لتنهى يحاول أن يعوض عن هذه الخسارة بمسارين المسار الأول رفع مستوى خطابه اللفظي المعادل العرب العنصري وأيضا في مسار التشريعات هذا من جهة ومن جهة أخرى بممارسة على الأرض يعني ما خسره في الأقصى يحاول أن يعوض بفرض السيادة الإسرائيلية أو يعني إظهار للعالم أن إسرائيل والرأي العام إسرائيلي أن إسرائيل هي تسيطر على الأقصى والكدس من خلال التواجد الشرطي وتكثيف هذا التواجد الشرطي والانتشار الواسع لهذه الكوات هذا كله يتم تحت ذريعة الأمن ولكن حقيقة هذا لا علاقة له في الأمن الأمن يعني يمكن أن يستنف الكدس في حالة واحدة عندما يشعر الفلسطيني والعربي والمسلم أنها يعني غير مهددة بالتهويد وأن إسرائيل توقفت عن أحلامها وطموحاتها بأن تهودها وأن تكسمها زمانيا ومكانيا وأن تسيطر عليها وبالتالي طالما هذا الشعور قائم سيبقى الخطر قائم وبالتالي نحن نقول أن هذه الإجراءات الإسرائيلية وهذا الانتشار الأمني المكثف هو الهدف منه التعويض عن الخسارة التي مني بها نتنياهو واليمين وحاولت إظهار أن السيادة الحقية والكلمة الأولى والأخيرة في الكدس للكوات الإسرائيلية ولكن ثبت بالتجربة والتجربة القريبة فقط من قبل أسبوع أن الأمن ونظرية الأمن والتعامل فقط بالقبضة الحديدية ومن خلال فرض الأمر الواقع لا يقدم أي إنجاز لإسرائيل بل على العكس يدخلها في أزمات وورطات تخرج منها دائما خاسرة لأنها هي الطرف المعتدي وهذا مسألة طبيعية صحيح وهناك أيضا تخبط في حكومة الاحتلال يعني بعد كل هذه الانتشارات أيضا كيف يمكن القيادة الفلسطينية أن تواجه مثل هذه القرارات والقوانين التعصفية والعنصرية؟ يعني أولا هناك تخبط نعم هناك تخبط في الحكومة الإسرائيلية وسياساتها لأن هذه الحكومة تريد أن تفرض أمرا واقعا ينافي الواقع وينافي الحقائق وينافي تطلعات الفلسطينيين وهي لا تملك أي استراتيجية أو أي توجه للحوار أو إمكانية التوصل إلى حلو الوسط وبالتالي دائما ترتكب خطوات وتتراجع عنها تحت الضغط وتحت الصمود وهنا إذا أتي دور الكيادة الفلسطينية ودور الكيادات العربية والإسلامية استثمار هذا الصمود استثمار هذه الوقفة استثمار هذا الانتصار لدفع حكومة إسرائيل أكثر نحو إعادة الأمور إلى طبيعتها ثبت أن هذه الحكومة الإسرائيلية عندما تواجه بكوة عندما تواجه بموقف صلب عندما تواجه بالتفاف ووحدة في الموقف بين الشارع والكيادة ترضخ وتتراجع وأن العالم يلتف دائما حول الموقف الفلسطيني عندما يكون بهذه الكوة وهذا ما حدث مؤخرا كان في موقف موحد بين القيادة وبين الشارع هذا هو الانتصار الكبير الذي تحقق بفضل هذا الالتفاف لو ترك الشارع لوحده ربما كان سيحق إنجاز ولكنه سيكون مكلف أكثر وربما لن يكون بهذا الكمال وهذه الصورة الرائعة ولكن أن تلتف الكيادة وأن تتوحد وأن تحتوي الشارع وأن تكود هي الخطوات التي بادر إليها الشارع وأن تلتزم بالسقف وأن تضع وتثبت السقف الذي وضعه الشارع هذه مسألة كانت في غاية الأهمية وأدركتها إسرائيل إسرائيل علقت طويلا وتوقفت طويلا أمام موقف الفلسطيني وأمام هذا السقف المرتفع الذي طرحته الكيادة الفلسطينية انسجاما مع موقف الشارع وتناغما مع الحركة التي حدثت في الشارع وهي حركة قوية وكان لها تأثير كبير وصد في كل العالم وفي إسرائيل أيضا لدرجة أن الأمن أوصى برفع البوابات وخلف موقف الكيادة السياسية في إسرائيل وبالتالي المطلوب الكيادة الفلسطينية أولا فضح هذه الممارسات فضح هذه الكوانين وطابعها العنصري ومواجهتها على الأرض ومواجهتها أيضا من خلال المجتمع الدولي ومن خلال المؤسسات الدولية ودون ذلك حقيقة سوف نبقى تحت السقف الإسرائيلي يعني مسألة الحوار ومسألة الأخذ والعطاء مع إسرائيل تحت سقف هذه الكوانين وهذه المنظومة من التفكير هو مضيعة للوقت حقيقة التوجه يجب أن يكون تحدي ومواجهة هذه الكوانين بهدف كسرها ودفع إسرائيل التراجع عنها صحيح كل شكر لك الأستاذ عصمت منصور متابع بالشأن الإسرائيلي ويسعد صباحا شكرا